اشتركوا في القناة المقصود بدرس اليوم هو كيفية ايجاد قياس الزاوية التي تجعل الطرفين متساويين مثال اوجد مجموعة حل المعادلة المثالثية واحد مقصدين جتها يساوي صفر يوجد لدي هنا معادلة مثالثية هذه المعادلة تمثل واحد مقصدين جتها يساوي صفر ويوجد لدي شرط هنا اذا كانت الزاوية ها ها هذه المقصود بها الزاوية محصورة بين صفر درجة و 360 درجة اذا دعونا نحلل السؤال بالاول اول اشي في عنا معادلة هاي المعادلة واحد مقصدين جتها يساوي صفر ويوجد لها شرط اذا كانت جتها ها ها هي الزاوية اذا كانت هذه الزاوية محصورة بين صفر و 360 درجة يعني ها اكبر او يساوي صفر او ها اصغر او يساوي 360 درجة الحل بما ان المعادلة المثالثية من السؤال هي واحد مقصدين جتها يساوي صفر بما ان المعادلة واحد ناقص تنين جتها يساوي صفر فان جتها يساوي نص كيف طلع عندي جتها يساوي نص لانه واحد ناقص تنين جتها يساوي صفر لو اعملنا موجب تنين جتها على الطرف الايمن وعلى الطرف الايصر موجب تنين جتها سير في عندي بالطرف الايمن واحد يساوي تنين جتها تنين جتها تعني تنين ضرب جتها عكس الضرب قسمه بقسم طرفين المعادلة على 2 يصبح لدي جتها بتساوي 1 على 2 جتها تساوي 1 على 2 أي أن زاوية الإسناد تساوي 60 درجة يعني أنا هون أوجدت أن زاوية الإسناد تساوي 60 درجة طيب هلأ أنا أريد أوجد الزاوية الأساسية إذا أنا عرفت زاوية الإسناد لازم أوجد الزاوية الأساسية دخلنا نكمل هون بما أن جتها جتة يكون موجب في الربع الأول والربع الرابع فقط فإنها تساوي 60 درجة أو 300 درجة 60 درجة زاوية الإسناد لها فيها في الربع الأول جميع النسب المثلثية جيبوا الجتة والظل والقاطع تمام قيمتهم موجبة والذطة والجتة أيضا موجب في الربع الرابع إذن الربع الأول هي 60 درجة 60 درجة موجودة في الربع الأول الربع الأول هي قيمتها موجبة طيب أنا بدي الجتة كمان كمان زاوية إنه يكون موجب وين بيكون الجتة موجب في كمان زاوية في الربع الرابع بالتالي 360 ناقص 30 درجة يساوي 300 درجة إذن مجموعة الحل تساوي 60 درجة أو 300 درجة ماذا يعني مجموعة الحل؟ يعني ممكن إنها تكون الزاوية التي تحقق هذه المعادلة المثلثية 1 ناقص 2 جتة ها يساوي 0 ممكن تكون إنه هذه الزاوية بتساوي 60 درجة اللي هي ها أستبدل قيمتها بقيمة 60 درجة إنه 1 ناقص 2 جتة 60 درجة يساوي 0 أو ممكن تكون الزاوية تساوي 300 درجة 1 ناقص 2 جتة 300 درجة يساوي 0 هون مجموعة الحل بيعطيني أنا قيمة زاوية قيمة الزاوية ها المعطى لدي في السؤال هون كانت جتة ها 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 هذه الزاوية ها هي الزاوية ها الزاوية معناته أنا بهذا السؤال اليوم اتعلمت إنه أنا أوجد قيمة الزاوية اللي بتتحقق هذه المعادلة المعادلة كانت عندي معادلة خطية 1 ناقص 2 جتة ها يساوي 0 هاي المعادلة بتشوف شو قيمتها اللي بتحقق هذا الشرط إنه واحد ناقص تنين جتا أي زاوية ها تساوي صفر يعني أنا هوني بهذا السؤال عملت عملية بحث عن قيمة الزاوية اللي بتحقق شرط المعادلة المثلثية واحد ناقص تنين جتا ها يساوي صفر عندما تكون ها محصورة بين صفر درجة و تلاتمية وستين درجة الجتا موجب في الربع الأول والربع الرابع في الربع الأول والربع الرابع إذا كان عندي الجتا جتا أي زاوية بيساوي نص زاوية ستين درجة جتا أي زاوية بيساوي نص جتا الستين درجة ستين درجة في الربع الأول معناته موجب معناته أنا حصلت على قيمة لهذه الزاوية وهي ستين درجة بتحقق هاي المعادلة اللي هي واحد ناقص تنين جتا ها يساوي صفر طيب أنا عندي المجال مفتوح لسه إنه أنا معاي من الصفر لتلاتمية وستين درجة طيب الجتب أي ربع كمان بيكون موجب في الربع الرابع في الربع الرابع طيب إذا أنا عرفت أنه زاوية الإسناد بتساوي 60 درجة وبدأ أوجد الزاوية لها في الربع الرابع بحكي 360 درجة ناقص 60 اللي هي زاوية الإسناد بتساوي 300 درجة مجموعة الحل تمثل الزاوية 60 درجة والزاوية 300 درجة التي تحقق المعادلة المثلثية للسؤال ننتقل إلى المثال رقم 2 مثال الرقم 2 أوجد مجموعة حل المعادلة المثلثية 2 جتة تربيع هa زاوية جتها يساوي 0 أوجد مجموعة حل المعادلة المثلثية 2 جتة تربيع ها زاوية جتها يساوي 0 هون في عندي أنا معادلة مثلثية تربيعية معادلة مثلثية تربيعية ليش؟ لأن الجتة هون في عندها إشارة التربيع في عندي هون إيش؟ إشارة الجتة تربيع حيث أن ها تنتمي لسفر وباي السفر إحنا بنعرف سفر وباي اللي هي بتمثل 180 درجة يعني المثال السابق هنا كانت الزاوية محصورة ل 360 درجة من السفر ل 360 درجة يعني بتشمل الربع الأول والربع التاني والربع التالت والربع الرابع لكن في المثال هون ها تنتمي إلى سفر وباي باي التي تمثل 180 درجة يعني إحنا هون المسألة هاي بتحكي فقط عن الربع الأول والربع الثاني فقط هاي المسألة بتحكي عن إيش؟ تحكي عن الربع الأول والربع الثاني طب أنا كيف عرفت أنه عن الربع الأول والربع الثاني من أنه ها زاوية ها هذه الزاوية ها تنتمي إلى سفر درجة أو باي درجة باي تمثل 180 درجة 180 وين؟ يعني الربع الأول والربع الثاني طيب الحل نأخذ المعادلة المثلثية تنين جتها تربيع زائد جتها يساوي صفر طلع عامل مشترك جتها لما بطلع عامل مشترك جتها جتها بيطلع بره بأخذ من هون جتها قيمتها بيطبقى لدي جتها قيمة وحدة لجتها تبقى كما هي طيب من هون إشارة الجمع تبقى كما هي جمع جتها لو ما أخذ منها جتها بصير عندي بس واحد ليش؟ إذا بدأ أفك الأقواس جتها ضرب تنين جتها بصير عندي جتها تنين جتها تربيع زائد جتها ضرب واحد ويساوي جتها هذه عملية إخراج العامل المشترك عملية إخراج العامل المشترك طيب احنا أخذنا سابقا عن إنه المعادلات الخطية والمعادلات التربعية إذا كان عندي ألف ضرب با يساوي صفر يعني إنه ممكن تكون قيمة ألف تساوي صفر أو با تساوي صفر أو كلاهما يساوي صفر إذا كان ألف ضرب با يساوي صفر يعني إنه قيمة ألف تساوي صفر أو قيمة با تساوي صفر أو كلاهما يساوي صفر هذه فقط للتذكير بالتالي إحنا بناخد القيمة الأولى اللي هي العامل المشترك لحاله العامل المشترك جتها بناخده حد لوحده أو بناخد القيمة الثانية اللي داخل الأقواس أول إشي خلينا ناخد العامل المشترك اللي طلعناه على الطرف اليمين هون هذه جتها إما جتها بتساوي صفر ومنها ها تساوي موجب أو سالب باي على 2 ومنها ها تساوي موجب أو سالب باي على 2 يعني أنا الزاوية ممكن تكون إنها موجب 90 أو سالب 90 90 تساوي باي على 2 درجة ها الزاوية بتساوي موجب 90 درجة التي تعادل باي على 2 أو سالب 90 درجة التي تعادل باي على 2 وبما أن سالب باي على 2 لا تنتمي السالب باي على 2 لا تنتمي إلى الفترة 0 إلى باي معناته أنا بدي أخذ القسم الموجب ليش؟ لأنه أنا حددت من بداية السؤال إنه في عندي أنا بدي أخذ بس من الربع الأول والربع الثاني لأنه الفترة اللي أنا محصور فيها هي الربع الأول والربع الثاني طيب لما تكون سالب 90 درجة معناته بدي أكون اتجاه دوران الزاوية مع قارب الساعة بالتالي بديها تكون في الربع الثالث وهذا لا يتوافق معي يعني أنا هون بأخذ ها تساوي باي على 2 وتساوي 90 درجة لأنه باي على 2 هي محصورة بين 0 وباي من الدرجات بين 0 وباي من الدرجات طيب ننتقل للقسم الآخر القسم الآخر 2 جتا ها زائد 1 يساوي 0 هاي 2 جتا ها زائد 1 يساوي 0 طيب نعطي سالب 1 على الطرفين على 2 على 2 بيصير عندي جتا ها بتساوي سالب نص جتا ها تساوي سالب نص أني زاوية اللي جتاها بيساوي سالب نص هي زاوية الإسناد تكافئ 60 درجة الزاوية اللي جتاها بيساوي سالب نص هي زاوية الإسناد وتساوي 60 درجة يعني أنا في القسم الأول هون أوجدت أنه في عندي زاوية قيمتها باي على 2 أو 90 درجة إذا بطبقها في الترون الأدامي هون في المعادلة أو المتطابقة المثلثية هاي يعطيني الجواب صحيح الزاوية الأولى باي على 2 اعتمدناها ليش اعتمدنا أنه تكون موجب مش سالب لأنه الموجب في من خلال السفر لغاية باي أنا بقدر أحقق باي على 2 ولكن السالب لا يتحقق من خلال السفر لغاية باي وإنما يتحقق من سفر لسالب باي من سفر لسالب باي بالتالي أنا هون بأخذ القيمة الموجبة هذه القيمة ها تساوي باي على 2 والتي تعادل 90 درجة تحقق هذه المعادلة طيب في القسم الآخر لما طلع عندي جتها يساوي سالب باي على 2 جتها تساوي سالب باي على 2 بدي أدور أنا أني زاوية اللي جتها بيساوي سالب نص بطلع عندي الزاوية 60 درجة الزاوية 60 درجة جتها بيساوي سالب نص زاوية 60 درجة بالدرجات تكافئ بالنظام الدائري باي على 3 تكافئ قديش باي على 3 وبما أن جتها يكون سالب في الربعين الثاني والثالث نأخذ الزاوية في الربع الثاني فقط نأخذ إحنا طلع معنا سالب وإحنا بدنا السالب لاحظ أنه جتها تساوي سالب نص الجتة سالب في أي ربع في الربع الثاني والثالث سالب والجتة موجب في الربع الأول والربع الرابع أنا هنا بدي وقتيش الجتة بيكون سالب الجتة بيكون سالب في الربع الثاني والثالث في الربع الثاني والثالث في الربع الثاني والثالث الجتة بيكون سالب طيب احنا هون اخدنا الزاوية في الربع الثاني فقط ليش ما اخدناش الزاوية اللي في الربع الثالث لانه انا من ذات المسألة قلت انا بدي اشتغل على الربع الاول والربع الثاني لان هالزاوية تنتمي الى سفر درجة او باي درجة سفر درجة أو باي درجة يعني أنا بحكي فقط عن الربع الأول والربع الثاني الربع الأول الجتة موجب وكل أنواع النسب المثلثية برضو موجبة برضو ما بيعنيني لكن الربع الثاني فقط للجيب الربع الثاني الجتة سالب معناته أنا بأخذ الربع الثاني الربع الثاني ليش أنا ليش ما أخذتش الربع الرابع لأنه الربع الرابع مش بالفترة اللي أنا محددات لي في المسألة إذن ها تساوي باي ناقص باي على 3 باي 180 درجة باي تساوي 180 درجة ناقص باي على 3 180 درجة اللي هي الفترة اللي مسموح لي أنا أخد الزاوية منها من بداية المسألة باي ناقص باي على 3 ليش؟ لأنه أنا بحكي عن الربع الثاني زاوية الإسناد في الربع الثاني قانونها باي أو 180 ناقص الزاوية 180 أو باي ناقص الزاوية إذن أنا بحكي عن نظام دائري معناته باي التي تعادل 180 درجة ناقص الزاوية اللي هي باي على 3 بعد توحيد المقامات لأنه في عندي عملية طرح وفي عندي كسر بعد عملية توحيد المقامات بطلع عندي الزاوية بتساوي 2 باي على 3 إذن مجموعة الحال لدي الزاوية الأولى لي 90 درجة التي تعادل باي على 2 بتحقق المعادلة والزاوية الثانية 2 باي على 3 هي أيضا تحقق المعادلة يعني المعادلة 2 جتا تربيعها زائد جتاها بساوي 0 في إلها جوابين لأنها تربيعية الجواب الأول إما الزاوية باي على 2 أو الزاوية 2 باي على 3 ننتقل إلى المثال الثالث حل المعادلة المثلثية جيب تربيعها زائد 2 جيبها ناقص 3 يساوي 0 في عندهون معادلة مثلثية هاي المعادلة المثلثية هي من الدرجة الثانية من الدرجة الثانية يعني إنها تربيعية لأنه أكبر قوة موجودة عندي هي القوة التربيعية هي جيب تربيعها زائد 2 جيبها ناقص 3 يساوي 0 الحل جيب تربيعها زائد 2 جيبها ناقص 3 يساوي 0 إذا أنا بدي أحولها على صورة ألف أس سين تربيع زائد باس سين زائد جيم يساوي 0 وأفرض إنه سين بتساوي جيبها بقدر أحولها لمعادلة أسية تكون المعادلة هي معادلة مثلثية من الدرجة الثانية قلنا ليش من الدرجة الثانية لأنه أكبر قيمة أكبر أس أو أكبر قوة موجودة عندي فهذه المعادلة هي تربيع معناته هاي من الدرجة الثانية ينطبق عليها ما ينطبق على المعادلات من الدرجة الثانية أي أنه ينطبق عليها تحليل إلى العوامل أو إكمال المربع وتطبيق قانون لإيجاد جذور المعادلة طيب جيب تربيع ها جيب تربيع ها زائد تنين جيب ها ناقص ثلاثة يساوي 0 خطوة الأولى بدي أشوف إذا أسهل طريقة إذا أنا بقدر أحلل هاي المعادلة عن طريق أني أفتح أنا أقواس باجي بقول أنا بدي عددين يكون حاصل ضربهم سالب تلاتة نفس العددين مجموحهم موجب تنين بفتح أقواس وحط على يمين الأقواس جيب ها جيب ها جيب ها جيب ها بعدين بدور على الأعداد اللي أنا بضربهم في بعضيهم بيعطيني سالب تلاتة ونفس الوقت لما نفس العددين مع نفس الإشارة تبعدتهم لما بجمعهم بيعطيني موجب تنين العددين اللي بضربهم مع بعض وبيعطيني سالب تلاتة اللي هو موجب تلاتة ضرب سالب واحد يساوي سالب تلاتة طب موجب تلاتة زائد سالب واحد ويساوي موجب تنين معناته العددين هم موجب تلاتة وسالب واحد يساوي سفر نفس المثال السابق المثال السابق إحنا شو تعوينا فيه جينا حكينا انه اذا في عندي انا قوس على اليمين وقوس على اليسار وبينهم اشارة ضرب وفي عندي يساوي سفر اما القوس الاول يساوي سفر او القوس التاني يساوي سفر او كلاهما يساوي سفر عن طريق انه الف ضرب با الف بمثل القوس الاول با بمثل القوس التاني يعني الف ضرب با يساوي سفر اما قيمة الف بتساوي سفر او قيمة با بتساوي سفر او كلاهما يساوي سفر تعني ناخد القوس الأول نقول يساوي 0 جيبها زائد 3 يساوي 0 جيبها زائد 3 يساوي 0 جيبها زائد 3 يساوي 0 سالب 3 نحطها هون سالب 3 بنحطها على يمين المعادلة وعلى يصار المعادلة موجب 3 مع سالب 3 بتروح بصير في عندها على يمين جيبها يساوي سفر زائد سفر زائد سالب تلاتة يساوي سالب تلاتة جيبها بيساوي سالب تلاتة جيبها يساوي سالب تلاتة غير مقبول لماذا؟ لأنه إحنا قلنا قيمة الجيب محصورة بين الواحد والسالب واحد فقط قيمة الجيب محصورة فقط بين الواحد والسالب واحد معناته أول ما يطلع عندي الجيب بيساوي سالب تلاتة بقوله غير مقبول اما لو طلع عندي قيمة الجيب تساوي سالب واحد في مجال لو طلع عندي قيمة الجيب تساوي سالب نص برضو صح طيب معناته الخطوة الاولى انه جيب ها زائد ثلاثة يساوي سفر هون غير مقبول خلاص بوقف من الطرف اللي انا كنت اشتغل عليه باجي للقوس التاني القوس التاني جيب ها ناقص واحد يساوي سفر جيب ها ناقص واحد يساوي سفر طيب موجب واحد على الطرفين موجب واحد مع سالب واحد بتروح سفر زائد واحد يساوي واحد جيب ها يساوي واحد جيب الزاوية ها بيساوي واحد اي زاوية الجيب تباحة بيساوي واحد زاوية تسعين درجة زاوية تسعين درجة جيبها يساوي واحد بالتالي تسعين درجة بتكافئ باي على اتنين الزاوية اللي جيبها واحد هي الزاوية تسعين درجة زاوية 90 درجة بتكافئ باي على 2 إذن المعادلة الصحيحة للزاوية ها التي تساوي باي على 2 والتي تعادل 90 درجة والزوايا المكافئة لها شو يعني الزوايا المكافئة لها؟ يعني ما بزيد على باي على 2 بزيد لها دورة كاملة التي تعادل 360 درجة أو 2 باي أو بطرح منها دورة كاملة التي تعادل 2 باي يعني تفقنا إنه سالب 3 غير مقبول لأنه محصور الجيب بين الواحد والسالب واحد لما طلع عندي الجيب بيساوي واحد هون مقبول معناته أنا أي زاوية بتكون جيبها يساوي موجب واحد اللي هي زاوية 90 درجة والتي تعادل باي على 2 طيب باي على 2 والزاوية المكافئة لها باي على 2 اعتمدناها المكافئة لها هي بزد لها 2 باي أو بطرح منها 2 باي إذن مجموعة الحل بتساوي باي على 2 زايد 2 نون باي حيث أن نون تنتمي إلى صد هيك إحنا بنكون حلينا هاي المسألة طيب إذا جينا انتقلنا في عندي هون تمرين ومسائل بدنا نحل هادي المجموعة المسائل وتبعتولي الوظيفة على جوجل كلاس روم بعطيكم إياهم وبعتلكم الموقع على جوجل كلاس روم وإن شاء الله بالتوفيق وأي مسألة بتوجهكم أنا بحللكم إياهم نتواصل على مجموعة الواتس أب شكرا لحسن استماعكم